استعدادات على قدم وصاق بالثانوية التأهيلية الفراهدي بمنطقة أمزميز بإقليم الحوز على غرار مؤسسات أخرى لتجهيز هذه الخيام لتكون أقصاما مؤقتة خيام تم تجهيزها بالطاويلات والتجهيزات اللازمة للاستقبال التلاميذ بعد أيام قليلة اليوم تم إحداث مجموعة من الخيام على مستوى الإعدادية الفراهدي يعني التنوي الإعدادي وإيضا على مستوى التنوي التأهيلية الفراهدي بتنسيق مع السلطات الإقليمية وعسكرية ومتدخلين آخرين الهدف هو تأمين الزمن المدرسي وتأمين موسم دراسي إن شاء الله وإرجاع تلك الثقة للتلاميذ لنا أنه إن شاء الله دربة وستمر إن شاء الله وأن الأمور سترجع إلى نصابها والمياه وستجد تحتها كما يقول القنطرم الجديد أكثر من 150 خيمة يتم تجهيزها كأحصام مؤقتة بعدد من المؤسسات التعليمية المتضررة بإحليم الحوز كمرحلة أولى والمجهودات متواصلة لحلول المستقبلية أخرى لإنقاذ الموسم الدراسي بالمناطق المتأثرة بالزلزال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر